هذا إنجاز مرموق في تاريخ زراعة الأعضاء الجسدية فداخل وعاء زجاجي في أحد مختبرات بص كيلية فأر تم تجريدها من خلاياها الأصلية ثم أعيد تطعيم هيكلها الخارجي الفارغ بخلايا جذعية جديدة قبل زراعتها في فأر حي ومع أن أداءها لم يكن مثاليا إلا أنها أفلحت في فصل البول عن الدم هدف التجربة هو إثبات جدوى الأسلوب المخبري في تمكين أنسجة كيلوية جديدة من أداء مهمها وحتى لو اقتصرت فاعلية الكيلية على 15 أو 20% فلن يبقى من الضروري غسيل الكيلة في المستشفى معظم الكيلة البشرية ليست صالحة للزراعة الجراحية لكن الأمل معقود الآن على إعادة بناء الكلية من خلايا المريض ذاته كي لا يرفضها جسده كما يقول البروفيسور الجراح مارتين بيرتشول من شأن تطعيم هيكل صناعي أو مفرغ من الخلايا لعضو جسدي بخلايا المريض نفسه أن يؤمن نظريا حلا لأزمة التبرع بالأعضاء الأسلوب ذاته يمكن استخدامه في إنتاج أعضاء القلب والكبد والرياء التي يمكن مشاهدتها وهي تنبض في المختبر أسلوب بعث الحياة من جديد في أعضاء الجسد حقق النجاح من قبل مع البشر فقبل عامين تمكن الجراحون من زراعة قصبة هوائية صناعية مشبعة بخلايا المريض كما أن البحث الأخير المعنية بالكلا يبشر بالخير لكن ثم تحاجة إلى مواصلة الأبحاث الحيوانية على مدى سنوات قبل بدء التجارب على البشر ترجمة نانسي قنقر